عم تتركز الحملة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية بمحافظات شمال الضفة طباس وجنين وتول كرم ليش؟ أولاً تنسية الأمنة تنعد هذه المحافظات خارجة عن التنسية الأمنة بين سلطة أبو مازن وقوات الاحتلال لأن هذه المحافظات هي الأبعد جغرافياً وفعلياً عن إيد السلطة الفلسطينية 60% من الشهداء ال663 يلي قتلتهم إسرائيل بالضفة الغربية من بداية العدوان على غزة سقطوا بمحافظات شمال الضفة الغربية قلت وحدك اليمن والمخيم ما في نام اتنين مخيمات المقاومة بتشكل المخيمات بكل محافظات الضفة مقرات لفصائل المقاومة ضد الاحتلال وهي بالأساس مناطق مهمة شيئاً اقتصادياً واجتماعياً من قبل السلطة وصارت حاضنة شعبية للمقاومين بآخر سنتين اتشكلت بمحافظات شمال كتيب للمقاومة المسلحة مخيم نور شمس هو حاضنة ومقر كتيبة طول كرم يلي تأسست بالـ 2022 واعتبر الاحتلال اليوم انه حقق انتصار بقتل قائد الكتيبة محمد جابر أبو شجاع مخيم الفارعة هو المساحة الامنة لكتيبة طباص يلي تأسست بقلب مدينة طباص سنة 2022 وبلشت نشاطها ضد الاحتلال من وقته مخيم جنين يلي هو الحاضنة الاساسية لكتيبة جنين يلي قلع عم تخود معارك ضد الاحتلال من سنة 2021 نجحت كتيب المقاومة بالضفة عموما وشمالها خصوصا انه تتجاوز الخلافات التنظيمية ومعت فيه اعتبار فعليا كان لمقاومين من تمين لحركة حماس او الجهاد او شهداء الاقصى او غيرها من الفصائل وكمان طورت هيد الكتيبة بأسليب مواجهاتها مع الاحتلال وبلشت تصنع بوات محلية لتفجير قلياته وهالشي شكل قلق اسرائيلي فعلي من تطور ساحة المقاومة بالضفة اخيرا ما لازم ننسى انه الحرب على شمال الضفة الغربية مش بس عسكرية هي حرب بالاستيطان كمان بايار الماضي اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي اعادة حركة الاستيطان بشمال الضفة ردا على اعتراف الناروجو اسبانيا وارلندا بدولة فلسطين ضمان امن المستوطنين ومستوطناتهم بشمال الضفة حجة اضافية لا اسرائيل لا تشتاحها غير انه عم تحاول من سنين تخلص من شيء اسمه مقاومة الضفة الغربية او حتى من شيء اسمه الضفة الغربية